وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى المؤمنين الكاثوليك في الأرض المقدسة قال فيها أفكر فيكم منذ زمنا وأصلي من أجلكم كل يوم وأنا قريب منكم في تقوصكم المختلفة لا سيما الذين يعانون في هذه الظروف الصعبة من مأساة الحرب الهوجاء والأطفال الذين حرموا من المستقبل والذين يبكون ويتألمون والذين يعيشون في القلق والضيع أريد أن يشعر كل واحد منكم بمحبتي كأب يعرف ألامكم ومصاعبكم وخاصة تلك التي واجهتموها في الأشهر الأخيرة وأضاف قداسته أن استمرار حالة التوتر في الشرق الأوسط دون اتخاذ خطوات حاسمة نحو السلام يشكل خطرا جسيما ومستمرا يهدد أمن السكان هناك وسلام العالم أجمع وختم الأب الأقدس رسالته قائلا أبارككم وأسأل من أجلكم حماية سيدتنا مريم العذراء ابنة أرضكم وأجدد دعوتي إلى جميع المسيحين في العالم ليظهروا دعمهم لكم بالعمل ويصلوا لكم دون كلل لكي ينعم جميع سكان أرضكم العزيزة بالسلام